ببساطة جديدة جدا تقدر تسمي سبت النهاردة سبت التغييرات عدد مهم من القرارات النهاردة صدرت من وزارة داخلية أو من قصر التحادية أو من رئاسة الجمهورية القرار الأول وربما يكون أهمهم هو ترقية اللواء محمد فريد حجازي إلى ردبة فريق وتعيينه رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع تعيين الفريق محمود حجازي رئيس الأركان الحرب السابق في منصب مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي أما بقى على الصعيد التاني ليهم ناس كتير قوي بعد اللي حصل في الفترة الأخيرة هي عدد تغييرات في وزارة الداخلية شملت قطاعات مهمة جدا على رأسها على رأسها تغيير رئيس قطاع الأمن الوطني ثم تغيير مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة ومدير إدارة الأمن الوطني في الجيزة ومدير إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي وبالتالي تقدر تقول عليه بمنتهى الأريحية إن ده سبت التغييرات إلا نشوف بقى تطوراتها خلال الفترة اللي جاية والدنيا هتمشي إزاي؟